اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن الله يعلم ينام الظالمون ينام الاغنياء ينام الصارقون في هناء وانت تنام على ضيق وعلى ضجر لكن من الذي يرى ومن الذي يعلم انه الله والله سبحانه وتعالى سيجيبك سيعطيك سيدهشك بالعطاء الله معك الله معك الله معك فلا تحزن شعارك لا تحزن لا تحزن ان الله معنا عليك ان تعلم ان الله ما خلق الحزن الا لاجل الفرح ما غاية خلق الحزن ان يأتي الفرح وما غاية خلق المرض ان يأتي الشفاء وما غاية خلق الفقر ان يأتي الغنى لماذا جاء الفقر إلا لأجل أن يأتي الغنى وإلا لماذا جاء الظلام إلا لأن يأتي الفجر الذين يتعبهم الوقوف على أبواب الأغنية هل من طالب حاجة فأقضيها له يا من أتعبك الوقوف على أبواب الملوك الله يناديك كل ليلة هل من طالب حاجة فأقضيها له ملفك الذي تعبت سنوات هو يذهب من وزارة إلى وزارة ومن إنسان إلى إنسان وتبحث من واسطة إلى واسطة الله يقول لك هل من طالب حاجة فأقضيها له إن كنت مؤمنا موحدا بالله الله لا يضيق عليك الحياة كرها ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك وأن يربيني وأن يروضنا في الحياة الآن الوالد هل يضرب ابنه كرها أم حبه يضربه حبه والمدرس الوالد الوالدة لا تضرب ابنها إلا حبه الله جل في علاه وله المثل الأعلى لا يضيق علينا الحياة إلا حبا حتى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يتركك في الحياة يتركك يراك تذهب إلى فلان تطرق باب فلان تبكي على باب فلان تشكو إلى فلان يتركك يذهب إلى فلان واطرق باب فلان وفي النهاية الله ينتظرك تذهب إلى الدنيا كلها ثم تعود ثم تعود إلى الله كل الأبواب ستغلق حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى أنه تركك وحدك ليكفلك وحده الله تركك وحدك ليكفلك وحده سبحانه وتعالى